السلام عليكم أنا شريف الأفص وأهلا بكم في فيديو جديد وكتب علمية لازم تقرأها في الفيديو ده هنتكلم عن كتاب بالجتس الجديد كيف نمنع الوباء القاضي الصادر سنة 2022 هو كتاب مهم ومفيد وبيقدم حل لموضوع خطير جدا طبعا في الوقت الحالي عادي ومش غريب إن أغلب الناس تكون بتتكلم ومهتمة بالأوبئة والأمراض المعدية وطرق مكافحتها وموجهتها وده نتيجة للي مر بيه العالم خلال السنتين اللي فاتوا من إجراءات احترازية وقفل للأسواق والدول ومشاكل وظروف خاصة عاشها العالم كله نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد لكن قبل الأزمة دي كان الاهتمام بالأمراض المعدية ومكافحة الأوبئة كان قليل جدا وعدد قليل جدا من الناس اللي كانوا مهتمين بالموضوع ده وشايفين مدى خطورة الوضع لو حصل وباء عالمي ومن دول كان بيلجتس بيلجتس طبعا غني عن التعريف هو مؤسس شركة مايكروسوفت وواحد من أغنى أغنياء العالم وبالإضافة لكده هو بيشارك في إدارة واحدة من أهم المؤسسات الخارية المهتمة بمكافحة الأمراض المعدية ومساعدة الدول الفقيرة في مواجهة الأوبئة والأزمات المتعلقة بهيكلها الصحي والمؤسسة دي هي مؤسسة جيتس مؤسسة جيتس بتعمل على سد الفجوة الصحية ما بين الدول الغنية والدول الفقيرة وساعدت في مواجهة أمراض معدية كتير وساهمت بحوالي 2 مليار دولار في مواجهة أزمة كورونا ما بين إنتاج وتوزيع لقاحات وعلاجات ومحاولة توصيلها للدول الفقيرة المهم أن من خلال الدور اللي بيساعد فيه بالجيتس في مكافحة الأمراض المعدية ومؤابلاته واجتماعاته مع عدد كبير من الخبراء وكمان إرايته لعدد كبير من التقارير والتوصيات بقى عنده خبرة مهمة في المجال ده وكان دايما بيحاول أنه يزود من وعي الناس بمدى خطورة الأمراض المعدية وأهمية مواجهته ومن محاضراته الشهيرة محاضرة تد سنة 2015 واللي شرح فيها مدى هشاشة الوضع الصحي العالمي في مواجهة أي وباء قادم وأن الوضع وقتها ينزر بكارثة محتملة لدرجة أن من كتر كلامه عن كوارث الأوبئة المحتملة اتهموه أنه كان على علم بأزمة كورونا قبل حدثها وأن دي مؤامرة وهو الشريك فيها ولكن الحقيقة أنه كان بيحاول يستغل ويوظف مكانته العالمية في توضيح مدى خطورة المشكلة اللي فيها العالم وكان بيحاول طول الوقت يوصل إن قد إيه في مشكلة كبيرة العالم مش واخد باله منها لحد ما حصلت فعلا وقت كورونا ومن خلال كتابه الجديد كيف نمنع الوباء القادم بيواصل عمله في الموضوع ده وفي محاولة زيادة الوعي العالمي بخطورة الأوبئة ولازم نكون مستعدين لمواجهة أي وباء من خلال عمله في موضوع مكافحة الأمراض المعدية وكلامه مع عدد كبير من العلماء والخبراء المتخصصين في المجال ده اتكونت عنده رؤية بيطرحها في كتابه عن إيه اللي العالم محتاجه علشان نمنع تكرار اللي حصل وقت أزمة كورونا اللي تسببت في حصد ملايين الأرواح وتسببت في خسائر تقدر بأكتر من 14 تليلين دولار على مستوى العالم فبيقدم في الكتاب ده استراتيجية مهمة من وجهة نظره شايف إن هو ده الحل اللي ممكن يساعد في السيطرة على أي وباء ممكن يحصل في المستقبل وخلينا نشوف بقى هو عايز يعمل إيه بالضبط الفرق بين الاوت بريك والإبديميك في الأول علشان نفهم استراتيجية بيل جيتس لمواجهة ومكافحة الأوبئة لازم نفرق ما بين شوية مصطلحات أولا الاوت بريك أو تفشي المرض الناتج عن عدوة ومصطلح بيستخدم لوصف ظهور مرض معدي في منطقة محددة لما بيبدأ بقى المرض أو العدوة تنتشر وتنتقل أو في مجموعة دول في منطقة جغرافية معينة بيبقى اسمه إيبيديميك وباء لما بيظهر المرض أو العدوة في الدول من قرات مختلفة بيطلق عليه بانديميك أو وباء عالمي دول أهم ثلاث مصطلحات بيوضحهم مراحل الأوبئة والأمراض المعضية أو تبريك إيبيديميك بانديميك وذكر بيل جيتس في كتابه مقولة لوحدة من أهم العلماء والخبراء في مجال الأوبئة وهي لاري برينيانت وهي واحدة من اللي شاركه في عملية إبادة أو القضاء على فيروس السمول بوكس أو الجودري بتقول يعني تفشي المرض لا يمكن تجنبه لكن الوباء هو أمر اختياري وهنا يبدأ يظهر الهدف من استراتيجية بيل جيتس وهنا يبدأ يظهر الهدف من استراتيجية بيل جيتس وهي العمل على منع تحول الأوتبريك إلى بانديميك منظمة الصحة العالمية بتقدر أن بيحصل سنويا حوالي 200 أوتبريك أو تفشي المرض معدي نتيجة عوامل مختلفة منها تغير المناخ وتدمير البيئة والغابات وغيرها ومعظم الأمراض المعدية دي كانت نتيجة فيروسات كانت أصلا بتصيب الحيوان وتنقلت من الحيوان للإنسان منظمة الصحة العالمية بتقدر تقريبا أن في آخر 50 سنة ظهر أكتر من 1500 مرض معدي نتيجة فيروسات كانت بتصيب الحيوان وانتقلت للإنسان المهم أن فكرة بيل جيتس هي في محاصرة أي أوتبريك في بدايته عن طريق الاكتشاف المبكر والتعامل معه ومواجهته ومانع تحويله لبانديميك وده من خلال فريق دولي متخصص ومتفرغ للمهمة دي وليه صلاحيات خاصة فمين بقى الفريق ده وحيشتغل ازاي؟ خلينا نشوف فريق الإطفاء جير ذكر بيل جيتس في كتابه أنه سأل ناسم ميرفولد وده أحد أهم الخبراء المتميزين في مايكروسوفت وليه دراسات مهمة في مجال مكافحة الأوباء عن طريق كمبيوتر مودلينج ومتعدد الخبرات في مجالات متعددة سألوا بيل جيتس عن إيه الحل لمنع تكرار اللي حصل في أزمة كورونا وإزاي نكون مستعدين لمواجهة أي وباء محتمل في المستقبل فرد علينا سان وقال أننا لو فكرنا في العالم حاليا في مواجهة أي أزمة أو وباء حنلاقيه شبه بيت كبير في أجهزة إنذار حريق لكن الأجهزة دي رضيئة وما بتشتغلش بشكل جيد وكمان الاتصال ما بينها مش كويس فلو قامت حريقة في مكان محدد من المنزل على ما يتم إنذار الناس الموجودين في الأماكن التانية حيكون الوقت فات فكل دول العالم فيها أجهزة وهيئات رصد للأمراض المعدية لكن الأجهزة دي ما قامتش بالمطلوب منها في أزمة كورونا فوصلت الأزمة لللي وصلت ليه نتيجة لكده كمان في دول نمية وفقيرة وغير مجهزة بشكل جيد للتعامل مع المشكلات دي وده مش هيهددها هي بس لكن هيهدد العالم كله بالجدس بيقول إن المشكلة في الأوبئة والأمراض المعدية هي فكرة التضاعف الأسي اللي بيزيد بيه الأمر زي ما حصل كده وقت كورونا بعد شكور بسيطة من بداية الأزمة كانت الإصابات والوفيات بالملايين علشان كده أي قوت بريك بيحتاج تحرك سريع جدا للتعامل معه وللأسف التضاعف الأسي ده مش مفهوم بالنسبة لكتير من الناس لكن خلينا نتخيل مثلا إن فيه 100 شخص مصابين بمرض معدي في اليوم الأول والعدوى بتتضاعف بشكل أسي يعني اليوم الثاني المية بقوا 200 واليوم الثالث المتين بقوا 400 والرابع الربعمية بقوا 800 وهكذا في اليوم السبع وعشرين حيوصل الرقم تقريبا لنفس عدد سكان الأرض فأنت بتتعامل مع شيء بيزيد بسرعة وفي نفس الوقت الأنظمة اللي المفروض متخصصة للتعامل معه غير كف أو زي ما بيقول بيل جيتس هو تقريبا ما فيش نظام عالمي جاهز من الأساس ومن هنا جات فكرة بيل جيتس إن الحل هو في وجود فريق دولي من متخصصين في تخصصات محددة ومتفرغين تماما يكون مهمتهم الأولى هي التعامل مبكر والتعاون مع أي دولة يحصل فيها أو تبريك أو تفشي المرض معدي وفقا لتصور بيل جيتس الفريق ده هيكون تابع لمنظمة الصحة العالمية وحيتكون من 3000 خبير في تخصصات مختلفة في علوم الأوبئة والأدوية وتصنيع اللقاحات والكمبيوتر مودلينج بالإضافة لفريق من الدبلوماسيين هيحتاج سنويا من ميزانية تقدر بحوالي 1 مليار دولار وأطلق بيل جيتس على الفريق ده اسم جيرم اختصار لجلوبال أبيديميك رسبونس أم موباليزيشن بيشبه بيل جيتس الفريق ده برجال مطافي صحيح إن وقوع الحرائق بيعتبر شيء نادر لكن لما بيحصل بيكون مدمر علشان كده بيل جيتس بيقول إن في أمريكا مثلا فيه 370 ألف رجل مطافي بميزانية تتخطى 9 مليار دولار سنويا فإحنا محتاجين فريق مطافي للأوبئة الفريق ده هيساعد خاصة للدول النمية في مواجهة أي تفشي الأمراض معادية ومنع الأوبئة ومواجهته كمان هيكون له دور في الأبحاث المختلفة متعلقة بالأدوية واللقاحات وإعداد بروتوكولات التعامل مع الأزمات اللي من النوع ده زي مثلا اشتراطات استخدام اللقاحات بشكل عاجل كمان مين ليه أولوية الحصول على اللقاحات عالميا ويضمن وصول اللقاحات والأدوية لكل دول العالم فكرة فريق جرم أو فريق رجال الإطفاء هي الفكرة أو المحور الأساسي اللي بيدور حواليه استراتيجية بيل جيتس في الاستعداد للأمراض المعدية ومنع تكرار اللي حصل في أزمة كورونا بيضيف بعد كده بعض المحاور التانية في كتابه عن تطوير طرق التشخيص والأدوية وتطوير اللقاحات والعمل على إنتاج لقاحات قادرة على السبات في ظروف مختلفة كمان بيشجع على الاستثمار في النظام الصحي العالمي كتاب بالجيتس وصحيح كتاب من واحد مش متخصص في المجال لكن عنده خبرة من خلالها أدرك أهمية وجود سيستم أو نظام عالمي يحمي الناس أو العالم أمام أي مرض معدي وممكن يسبب أزمة كبيرة ويشل حركة العالم كله أدعوكم لقرأة كتاب بالجيتس كيف نمنع الوباء القادم الكتاب مليان أمثلة وحكايات وأراء خبراء مهمين جدا في مجال العلم الأوبئة وهو بيلقى نضوع على مشكلة خطيرة جدا بتواجه العالم بشكل مستمر وبتسبب خوف عالمي من تقرار اللي حصل في أزمة كورونا الخوف ده بنشعر به مع أي ظهور لمرض معدي شكرا على المشاهدة ولو عجبتك الحلقة اعمل لايك واشترك في القناة ونتقابل في فيديو جديد وكتاب جديد إن شاء الله السلام عليكم